السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الى احتمال زيادة عدد الرحلات الخطوط الجوية الجزائريات في الايام المقبلة وقال وزير النقل ان وزارته تبذل جهودا لزيادة عدد الرحلات الجوية من الجزائر واليها خلال الايام المقبلة كما اعلن النائب توفيق الخادم بعد لقائه الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الخطوط الجوية الجزائرية زيادة عدد الرحلات في الايام المقبلة من جهته أشر النائب السابق سمير شعبنا أنس في منشور على صفحته على فيسبوك إلى أن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائريات يجب أن يكون شبه كامل رحلات جوية منو إلى العديد من المطارات الفرنسية أجري تحضيرات مكثفات تحسبا للإعلان عن برنامج ثري للرحولات الجديدة من وإلى الجزائر والتي تهم بالإضافة إلى دول عدة العديد من المطارات الفرنسية يكتب البرلماني السابق على صفحته على فيسبوك هذه الزيادة في عدد الرحلات من شأنها أن تجعل من الممكن مضاعفة عدد الخدمات لأن شركات الطيران الأجنبيات العاملة في الجزائر يجب أن يسمح لها بتشغل نفس عدد الرحلات مثل الخطوط الجوية الجزائرية كما يوضح النائب السابق على صفحته على فيسبوك وأشار سميرو شعبنا إلى أن أمداد الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر لا يزال بعيدا عن تلبية الطلب الجزائريون المقيمون في فرنسا ينتظرون بحسب النائب السابق المزيد من الرحلات الجوية من ليون وتولوز وليل ومولوز ونيس ومراصلية يفضل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الجزائريات لأفتتاح التدريجي في حين أن الجزائريين لعدة أشهر أليستي أناف الكامل للرحلات منوى إلى الجزائر قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الخطوط الجوية الجزائريات أنه يفضل لأفتتاح التدريجي ترجمة نانسي قنقر